السلام عليكم ومرحبا بكم معي في قناة كنتم مننا ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخر ولا اعجبكم لا تنسوا تشاركوا في قناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله ان شاء الله توصلوا الجديد بسم الله انا هنال هنا ندير واحد الاوكلة اللي كتجي رائعة في الفران وزائد واحد الصلاة اللي كنديرها بالخضار هنا غدي ندير الطاطة اللي كنقطعها بحلاكة بعد ما غسلتها وقشرتها وكان عود نقطعها هكا على 4 نقطعها على جوج عود نقطعها على 4 ولكنت عندنا البطاطة الصغيرة احسن الى القيناة ديك البطاطة الصغيرة كتكون احسن كتجيتها هي الديدة انا ما متوفراش عندي قدرت هاد البطاطة سوف يكن نستمر عليه حتى نكمل الكمية اللي عندنا كاملة وغدي نضيفها في واحد الايناء ونعودها في الغسيل أنا هنا غدي نضيفها في واحد الشبكة وكان عود نغسلها مزيان كان نبطفها وكان نحطها على جن الصافيو كان نجيب شوية القصبر معدنوس طري وكان قطعوها هكا نضيفها ضروري ما كان نرقو هاد القصبر معدنوس بحلاكة باش ما يجينش هكا بيين في الأكل صافيو غدي نجيب كلاسة الفصوص ديالتومة وغدي نحكم وغدي نضيفها على القصبر معدنوس وغدي نجيب واحد الايناء اللي غدي نضيف فيه هكا القصبر معدنوس ونضيف فيه التومة وغدي نبدأ نتبل فاش غالي نرقض الدجاج كندير واحد لنسكس ديال الماء وكندير الملح كندير الفلفل أسود أو ليبزار كندير سكينجبير أو جنجبيل وكندير الخرقوب البلدي أو الكوركم كندير البابريكا أو تحميرة أو فلفل حلوة اللي مطحونة وكندير شوية ديالكمون وكندير شوية ديالزعصر اللي كيكون مطحون بحلاكة وغدي نضيف واحد جوج معالق ديال المطار أو الخردل وهنا عندي السمن اللي دوبته عندي واحد المعالق ديال السمن وعندي جوج معالق هكا ديالزيت البلدية أو زيت الزيتون التسبيلة كتجي رائع بحلاكة في الجيش كنخلطها مزيان حتى كنت تخلط لنا السمن السمن أنا دوبته هكا في الميكروند أو كندوبه فوق البطلة لأنه كان عندي في التلاجة صافي وغدي نضيف غدي نضيف غدي نضيف الدجاج بحلاكة قريبا نتبه الدجاج وكنحطه على الجنب حلاكة قدر نوجده بحلاكة بديك ساعة المقنة أو ساعتين كنخليه على الجنب كنخليه من بعد غدي نحيضه هكا وكنضيفه بحلاكة في واحد الإناء اللي دهنته بشوية ديت الزيت البلدية كنصرحه وكنضيف البطاطة تحت هي كنتبه لها كنصرحه بها التتبيله الفران ديناك يسخن على ميتين درجة أو كيكون كنفران القز بحلاكة كننسخنوه الفوق كنصرحه كنستفض البطاطة بحلاكة حتى في الفران دي القز راه يقدر يطيب لنا بحال هكا عارت نشعلو عليه كنغطيه وكنشعلو عليه من تحت حتى كي طيب حتى كنحسو بجج طاب عدا باش كننعريو عليه بحلاكة من الفوق وكنخليوه كي طيب هادي لكا نفران القز وإلا كان الفران دي القز انا غادي نقول لكم كيفاش ندير ليه صافيك ندير شوية دي البروكلي هاد البروكلي كيبقى اختياري انا موجود عندي هكا متوفر عندي في تلاجة وكنضيفها التتبيلة كنضيف شوية ماطيشة كنضيفها هكا في الجوانب انا عندي ماطيشة هاد صغيرة صافيك ندير شوية ديت الزيتون وكنغطي عليها هكا بالورقة ديال ورقة الزبدة او ورقة الطهي كندير علي ببابي اليوم حتى هو كن وكين ستبتوه بجوانب ونتبتوه مزيان لأنه كنتبته شوية مع ورقة الزبدارة كنـردوها ما يريس不足 لانه تبتوه كي تغيطت لنا بحلها كي تبقى نفس كويس دي المال ندري في الأول هو اللي غادي غادي نقدم فيه جاج وغادي في الطاطة ديالنا كنزيد كنين سبتو حالكا صافي بعد ما سبتو كنديرو حد تقبا كندخلو الفران وهنا كنجيب وحد الربع هاكا دي الملفوف اللي كنقطعوها كرقيق وغلي نوجد هنا واحد صلاطة اللي كتكون صيفية وصحية كنوجدها هاكا بالخضر حال هاكا كنقطع هادي الملفوف كنقطعوها كرقيق صافي وكنبدأ بحال هاكا نضغط عليه باش ما كيبقاش عندنا ذاك الملفوف هاكا طويل وغلي نحطه في ايناء كنحط هاكا الملفوف هات الصلاطة رصحية وكتكون مونعيشة وغلي نجيبو حد الحبا دي الفلت الحمراء احت هي اللي كنقطعها وكنحيل لها هاد الشوائب وكنحيل زريعة وغلي نقطعها احت هي رقيقة احنا الدجاج دينا راهكي طيب على الطاطة صافي وكننقطعها بحال هاكا كنقطع نصف الثاني حتى كنكمل هاكا الفلفلة اللي عندنا كنديرها على شكل مربعة صغار وغلي نضيف هاد الفلفلة مع الملفوف وغلي نقطع وحد تفاحة كنقطعها احت هي على شكل طولي بحال هكا حتى تفاحة كيجي معا الصلاطة كيجي زوين كيجي منعيش صافي كنستمر عليهم حتى كنكمل هاد تفاحة دينا احت هي كنضيفها عليهم وغدي نضيفها فد الايناء احت هي كنزيدو هنا الخضار اللي كين عندنا وكندير الخص اللي كنقطعه احت هو ورقيق شوية احسن حاجة في هاد الصيفية بحال هكا كتكون صلاطة اللي كتكون خفيفة وكتكون منعيشة كتكون صحية اكتر كندي الهناية ماطيشة هاد الصغيرة كندي الحبيبات هكا دي الماطيشة كنقطعهم على جوج غدي نضيفهم على الصلاطة وكنجيب هنا يا عندي الورق دي اللي فجل حال هكا هاد الفجل الورق دياله اللي كنغسله كننقيه وكنغسله مزيان وكنقطعه احت هو ورقيجي رائع ما تضيعوش البنات لان راهته هو فيه واحد الفيطامين اللي صحي الى ما دلناش بحالك الفجل كنديرو الورق دياله عندي حبة ديال الجزر حتى هي كنحكها كنصمر اليها بحالكة كنحكها وكنحك في الحكاكة غليضة غدي نضيفها حتى هي جوج معلقة صغار او معلقة كبيرة وغدي نضيف الخردل كندير جوج معلقة صغار او معلقة كبيرة كندير زيت البلدية او زيت الزيتون حاجة معلقة كبيرة حتى هو ونضيف الملح حسب الضوء نضيف شوية الكمون باش كينسم لنا هاد السلاطة سوف نخلط كنخلطه مزيان بحل هكا باش غادي نضيفه على هاد السلاطة ونضيف شوية دي الخل أو نضيف نصف ليمونة حافظة سوف نضيفه على هاد السلاطة ونخلط ونخلط الخضار كلها سوف نخلطها مزيان بحل هكا سوف نخلطها ونغطيها سوف نضيف مزيان بحل هكا تبرد حتى كانوا يوجد لنا بحل هكا الأكلة اللي يوجدنا سوف نضيف هاد السلاطة في طبق تقديم سوف نضيفها على جنب اتجه لدي هذه الطقرة هذا الصح هو و الأوكلة هي وجدات كتجي من أروع ما يكون كتجي محمرة بحال هاكا بعد ما كتطيب و حد ساعات المقانة كنحيد على هاكا البابي أليمينيوم و كنخلي الدجاج حتى كيتحمر و كي طيب و كتتحمر لنا الطاطة من الفوق عدا باش كنطفيو عليها و ما تنسوش لعجبكم فيديو ما تنسوش شاركو في القناة و تضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد و كنقول لكم بصحة و راحة و ما تنسوش لايك الله يجزيكم بخير و غد نخليكم مع الصوار و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته